طيب من الـ Features الظريفة جداً في الـ C-Sharp عندنا Keyword اسمها Barams هي كده اسمها كده طيب الـ Parameter زي يعني بتستخدم في سياق powerful جداً الحقيقة يعني ولكن الـ Barams Keyword في الـ C-Sharp بتألاو المثل تأكسب بيخلي المثل اللي عندك أنها تتقبل A Variable Number of Arguments شعنا عارفينه الـ Arguments اللي احنا بنبعتها بين الأقواس نقول له مثلاً عندك 3 انتهت بيعته X, Y, Z أو الـ Name والـ Edge الـ First Name والـ Last Name بنبقى محددينهم already من قبل كده صح؟ لأ قال لك الـ Barams دي بقى بتخليك أن انت تبعت براحتك عايز تبعت 3, 2, 5, 10, 50 براحتك بتخيل كده يقول لك بقى أن هي بتكون مفيدة جداً لما انت ما تكونش عارف Number of Arguments انت مش عارفة تبعت Arguments قدية هنشوف نسال دلوقت لو بتفكر إيه الكيس اللي ممكن تبقى كده هنشوف فيقول لك الـ Feature دي بتخليك تبعت Coma Separated تعمل Coma و Variable و المثل تأكسبتها وتشتغل عليها عادي خالص بدون ما تحدد عددهم الدقيق تعالوا نشوف الفيتشر الغريبة دي طيب أنا عندي في البرنامج البسيط دوت Function اسمها Add Numbers بيجي لها Array من النوع End مش متحدد فيه كانت مش هيجي لها 5 أو 3 مش عارف ليه هو Array من Numbers أو Enders تحديداً يعني وعندنا Variable اسمه Sum وبنطلع البرامترز اللي جات لنا هيكون عددهم كذا ومجموعهم كذا اللي Sum بتاعهم وبتعمل For Loop عشان تجات الـ Sum بتاع الأرقام اللي بعتت لك دون تعالوا إيه نجرب هنقوله هنا أنت هنسميه Array فاقوله إيه كلني وهنعمل Array عادي خالص وهديله كمان إيه القيم لا مش هددله الـ Size هديله القيم بشكل مباشر وسهل على نفسي فاقوله بس عندك 1 2 3 4 5 دي القيم بتاعت القيم بتاعتك أقدر يجي أقوله بقى حطي لي في Variable اسمه Result اللي راجع من إيه لا مش من Array هو خم من غلط اللي راجع من Add Numbers اللي هنا اللي هو Submission فاقوله هاته Add Numbers خد معك l-ray وإحنا عملنا إيه Array فيه من 1 ل 5 بيتبعت للفونشن اسمها Add Numbers هيبتدي يجيب لي Total بتاعهم كام ويرجع لي إيه Submission بتاعي لو أنا جيت أعمل Run دلوقتي هيجيب لي إيه بقى جاب لي أن أنا عندي إيه خمس أرقام اللي هما من 1 اللي حد 5 1 2 3 4 5 تمام والصم طلع فاضي ليه بقى الصم طلع فاضي لأننا هنا مش بقى جميعهم الصم أن الصم هطلعها هعمل لها كونكتنيشن مع الريترن اللي راجع من الصم يعني هجيب أقوله هنا كده Console Write Line ويطلع لي حضرتك إيه الريزالت اللي هي رجعة عمد هنا اللي هي القيمة اللي بقت هنا فهيطلع لي إيه الصم هينكمل بقى اللي هنا عشان تفهم وإيه اللي حصل هنا في كلمة الصم ديت هو هيكمل على اللي هنا يعني أنا لو حطيت له هنا قوس هتلاقي القوس لسه متقفلتش يعني هجينا نرون كده هو يطلع لي 15 اهو القصص متقفلتش ده القوس اللي في المسود اللي هنا لو أنا عايز أقفله بقى زود بقى مثلا هنا أعمل وقفله كده فاهميني يا بس جاهز زي كده هوا فاهمين جزء من هنا جزء من هنا ومن هو إيه دي مش قصتنا يعني هو طلع 15 مصبوط طيب أنا لو خليتهم أربعة بس يبقى عندي فعلا العشر اللي احنا شنا منه خمسة وهم واربعة أركاب حلو كده طيب برامز بقى بتقول لك أنا هوفر عليك كل القصة دي وبدل ما انت تقعد تكتب الكلام ده وتديله في أرائز وتكتب كل التفاصيل لا انت مش محتاج تعمل حاجة خالف انت محتاج تيجي فقط تقول له كده برامز لا مفيش أبشكت بقى ولا أرجس ولا كل الكلام ده مش عارف هو كتب كده ليه بس للأنت أرائي اللي عندنا اللي اسمه A Numbers بس وبتدي تعمل بقى فأنا هكومنت كل الكلام ده كده أنا خلاص مش عايز ده وهجبتدي بقى كينا ما عنديهش الارائز والكلام ده هجب اقول له مثلا A and Resolve ممكن ناخد السطرة ده كده دايما هو تمام وبدل الرائي بقى اللي عندي لا انا هقول له واحد واثنين وتلاتة واربعة حلو كده تيجي الران هيتطلعي لنا كم احنا خلاص تعرفنا بقى مش هيتطلعي حاجة نحن نحن لديهش السطر التاني ده اللي هو بتاع الConsole Right Line اللي بيكمل ويكتب لي Submission والResult والشياء دي نفس الموضوع بالظبط بس أنا استبدلت ان انا يبقى عندي Array والSyntax المعقد بتاع Array بان انا اكتب ضاير يعني انا كتبت هنا الخمسة بس ايلا يحصل تشتغل عادي شايفين طب انا لو كتبت كمان ستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشر ها برضو هي اكتبتها عادي بدون اي مشكلة خلص قال لك خمسة وخمسين لو عدتهم فعلا لك وخمسة وخمسين وهم عشر ارقام طبعا انا مشلت ال Barams Keyword لا ما امش هيفهم بقى ده ايه ده بالنسبة له كده ارقام وما فين الكلام رجع القديم وقال لك No Overload For the method مفيش overloaded method عندي اسمها Add Numbers بتاعي اخد 10 Arguments قال لك فين الميسود اللي بتاخد 10 Arguments دي عمت موجودة عشان اعمل الميسود تعمل كده لكن Barams وفرت عليك الكلام ده اقيت لك لا خلاص انا هديك Dynamic Variable Barameters Number فانتكت زي ما انت عايز ممكن تعط كمان ايه 100 1000 هده انشاطر في حساب يقول لنا اطلع كم دلوقتي حلو 11 15 5 5 رقب وميز انا ممكن بقى اعمل Mix يعني ممكن اجي هنا بقى عندي كزا برامتر منهم برامتر هيبقى ال Barams اللي هو هيبقى Dynamic يعني اجي اقول له مثلا انا هعمل Add Number نخلي الميسود دي هي هي Numbers With Message اطلع لي Messages جدا شوية فانا محتاج ابعث له Message ومحتاج أقول له Barams End Array Numbers زي ما احنا عادي خالص وأقول له String Error لو انا فيه Error مثلا عايز اطلعه اولا وهاقول له Console WriteLine طلع لي ايه لا مش طلع لي Message ال Barameter اللي انا هبعت لك اللي اسمه Message اول حاجة كده طلع لي Message اللي انا هايلك تمام ممكن بقى ايه الكود اللي فوق ده بالضبط كده بالضبط فقط اللي انا عادي فضاء هنا بس زودت حينو نعرف من IntelliSense بيقولك ايه بقى ان ال Barams Parameter Must be The Last Parameter In The Parameter List لازم يكون اخر Parameter في ال Barameter List عشان يفهم انه هو كل اللي هيجي في ال Send من عندك ده هعطه في ال Barameter اشانا لسه هبعت له Parameter هنا انا اشعرفني انه الالف هتبقى بتاعت ال Barameter ولا بتاعت Error Message اللي انا عندي مثلا ال Barameter اللي عندك بحيس انه يخذ كل اللي جاي في ال آخر ده في ال Barameter كل ده يحطه في ال Array اللي عندك مهمنا طب لو جيت نديت عليها بقى تعالوا نجر هقوله بقى والله نادي على Add Numbers ده هنأخذ واحدة زي دي كده بالزبط هنأخذ رز نقلي رز هنا كده هنا ايه بقى محتاجين نقوله ان انا هبعث لك Hello To Params Method وبعث لها ال Functions اللي باقي اللي عمنا بس ايه مديني ارر عشان شديد ال Function ال Function هتبقى اسمع Add Numbers With Message فده ال Barameter العادي خلص زي احنا ده كل اللي بعضه ده Barameter Keyword هيحطه ايه بشكل Dynamite فهيطلعين نفس الرقم بس معنا ايه المسج Hello Bluetooth Params Method ال Barameter بتاعتنا 12 اللي هي Total بتاعتنا طبعا لو قللتها وقعتني خليهم مثلا 3 وتيجي Run كده طلع لك عندك 3 هو SumMation بتاعهم بيساوي 6 حقيقة Keyword قوية جدا يعني وممكن تستخدمها في سيناريوها كثيرة جدا عندك من غير ايه ما تعقد الكود بتاعك طبع تكتب Arrays او حتى لو عندك اشوفكو فيه فيديو قدر ان شاء الله